بدنا نيجي اليوم إن شاء الله نشوف مع بعض آخر التحديثات اللي وصلت لو موبايلات شاومي بشكل عام من العالي للمتوسط للأدنى وبدنا نيجي إن شاء الله نشوف في خبرين حلوات بخصوص التحديثات كونوا معنا بعد الفاصل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد يا حبيب وهيا إلى الفيديو تكنولوجيا الموبايل عالم واسع وهذا العالم بحاجة إلى مواكبة إيهاب تيفي تقربك أكثر فكن على قرب مننا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاند من قناة إيهاب تيفي كيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم إن شاء الله بدنا نيجي نحكي عن آخر التحديثات اللي وصلت لليوم اللي هو 16-04-2021 وإيش فيه تحديثات الشهراء الأسبوع هذا كتير ليش لأنه فيه تطورات جديدة وفيه حاجات جديدة بالنسبة للتحديثات والواجهة الجديدة اللي بدها تنزل استعداداً إلها في الأندرويد اللي بنزل للموبايلات سواء تجريبي أو مستقر وخلينا نيجي نشوف آخر التحديثات ليوم 16-04-2021 طبعاً انقسمت التحديثات الأسبوع هذا إلى جزء اين؟ جزء اول جزء تاني هنقرأ عليكم الجزء الاول الجزء الاول بيقول بسم الله الرحمن الرحيم تحديثات مستقرة للواجهة الجديدة مي إليفن ألترا أجاله تحديث مستقر للأوروبي اللي هو فيرجين 12.0.4 اللي هو أندرويد 11 هذا أوروبي وحجم التحديث 3.1 جيجابايت الأوروبي نفسه جاي له الاو تي اي احداشر اندرويد احداش اطنعاش فاصل سفر تلاتة طبعا اللي بعرفش الاو تي اي اي اللي هو بيجي مسلا اطنعاش فاصل سفر اربعة التحديس الجديد بيكون بيركب على اللي قبله على اطنعاش فاصل سفر تلاتة هذا هو الاو تي اي بيكون عليه مباشرة اللي قبله وهو بيكون كتب لك في التحديس انه هذا بيجي على هذا وبكون حجم التحديس بسيط اقل من جيجا اللي هو هجم التحديس تمانية واربعين ميجا بايت حاجة بسيطة بكون فيه تعديلات بسيطة على التحديث مش راكوفر يعني اساسي او كله في بعضه اطناعش فاصل سفر فاصل واحد اللي هو اه راكوفر الروم اندرويد احداش حجم التحديث ثلاثة فاصل واحد جيجا بايت اللي هو هذا الاندونيسي الاصدار الاندونيسي اللي هو مي الافن الترا طبعا المي الافن الترا تم اصداره عالميا على كل الاشي يعني في ايما اندونيسي اوروب وهكده مي الافن مي الافن اندونيسي ماخد اطناعش فاصل سفر ثلاثة اندرويد احداش طبعا حجم التحديث اتنين فاصل تسع جيجا بايت وعنا اه تحديث مستخر للاصدار الروسي رقم الاصدار اطناعش فاصل سفر فاصل اتنين اندرويد ايضا احداش راكوفر الروم وحجم التحديث ثلاثة جيجا واندرويد احداش تحديث مستخر للاصدار الروسي او تي اي جاي له اندرويد خمسة فاصل ثلاثة بسيطة. هو نفسه هاي يكلم لك انا اتناعش فاصل صفر واحد بيركب على اتناع شفاصل صفر اتنين. تحديس مستقر الاصدار التركي. رقم الاصدار اینجه جاهز ايها 직هاز ايه ه ÉG page is 1000.53 دعينا نخوش على بعده. ميتين. الميتين الترا جهيلوا تحديس الاصدار العالمي اتنعش فاصل اتنين فاصل ستة. ميتين برو. ميتين برو. اه اتناش فاصل اتنين فاصل ستة. اندرويد احداش. وحجم التحديث اتنين فاصل جيجا بايت. تحديث مستقر اصدار العالمين. 12.2.6. الاو تي اي اي وحجم التحديث تمانمية وتلاتة وتمانين ميجا بايت واندرويد ايضا طبعا اتناش فاصل اتنين فاصل خمسة بيركب اه بيقون اللي قبله. بيجي بعدي الاثناش فاصل اتنين فاصل ست هذا الوتي ايه. الميت انتي و الميت انتي برو جاي له الاوروبي جاي له اتناش فاصل واحد فاصل اربع أندرويد طبعا confined وحجم التحديس اتنين فاصل تمانية جيجابايت اللي هو هذا راكافاره روم. مي نوت تين لايت cute المي نوت تين لايت اجالها اصلا اي درويد 11 وماخدي اتناش فاصل واحد فاصل تلاته هذا اللي هو التركي. الاصدار التركي. تحديس مستقر للاصدار التركي برضو. اللي هو ا pani 12.12.13 يجحب الى 12.1.2 انا اشترى بالسطوء فش الكثير من الفش اصلا في التحديث. 312 ميجابايت ريد knowing 10 pro هو الجهاز الجديد اخر مرة قالت الر Stay built onол Bro جاهل اصداراندونيسي two.0.4 اصلا على اندرويد احداش 2.8 جيجابايت على اللي هو تحديث مستقر الاندونيسي الاندونيسي نفسه اللي هنقوتي هذا اندرويد 11 12.0.3 وريد منوت 10 هاي جاي له تحديث طبعا الرد منوت 10 وريد منوت 10 برو فيه لسألوني طب هم هيأخذوا الواجه الجديد اي نعم هيأخذوا الواجه الجديد ما تقلك اي جهة جاي لاندرويد 11 هيأخذوا الواجه الجديدة. اندرويد احداش اتناش فاصل سفر فاصل خمسة حجم التحديس اتنين فاصل تلاتة جيجا بايت. وعننا ما اخده اللي هو متين وتسعة وتمانين ميجا بايت. اتناش فاصل سفر فاصل تلاتة. تحديس مستقر الاصدار الاندونيسي اتناش فاصل سفر فاصل واحد. اللي هو الاندونيسي ما اخد اللي هو اتنين فاصل تلاتة جيجا بايت. طبعا اندرويد احداش. تحديس مستقر الاصدار الروسي. اللي هو اصدار 12.0.1. اندرويد 12. badly. هذا اللي هو كله بنحكي عن جهاز الريدمي نوت 10 الان الريدمي نوت 9 برو 9 برو ما اخذ الاندرويد 12.0.5 اندرويد 10 الاصدار اندرويد 10 커 بالك الاندرويد 9 Pro ما اجهوش 11 غير كان تجريبي داخلي. تحديث مستقل الاصدار الاندونيسي 12.0.5 ما بيجي على 12.0.4 580 ميجا بايت تعديس مستقر لإصدار التركي التركي ما أخذ 12.0.5 على أندرويد 10 يعني هنا طبعا نحكي على 9 برو تعديس التركي التركي ما أخذ 12.0.5 612 ميجا بايت اللي هو OTA ريدمي نوت 9T عارفينه ريدمي نوت 9T مش ريدمي نوت 9T هذا نزل بشكل يعني مش كبير يعني ما أخذ 12.0.2 هاي هو إصدار الروسي 2.1 جيجا بايت وأي واحد بيجي له تحديث ما يسألش ما يقولش بدي تحدث ما حدثش حدث وتوكل الله ما تقلقش الشركة بتتعبش حالها وبتغلبش حالها علشان يجيب لك تحديث يعني وبتدفع أموال علشان تجيب تحديث إليك مش نافع أو يحدث تحديث في مشكلة إذا كان في مشكلة بتنحل المشكلة في تحديث مباشرة بيبعث لك إياه وممكن يبعث لك إياه كمان تحديث مستخر الاصدار الروسي الاصدار الروسي الاصدار الروس 12.0.2 اللي هو على أندرويد عشر اللي هو نود 9 إتشتر من ناين أندرويد عشر اللي бесألنا عنه أندرويد عشر ما أخذ تحديث جديد 12.0.2 اللي هو الإصدار الأوروب بيهذا الإصدار الأوروب ما أخذ أيضا 20.0.2 بيركب على 12.0.1 ين almid 10 خمسمية واربعة وستين ميجا بايت. بهيك خلصنا الجزء الاول. الان بدنا نشوف الجزء التاني. الاجهزة التانية اللي هي الاقل شوي. احنا بدنا من الفلاكشيب وبننزل متوسطة. احين بدنا نشوف الاجهزة كمان اللي هي متوسطة والاقتصادية. معلش قطعنا عليك الفيديو بس حبينا ننوه لشغلة. بالنسبة للجيفاوي. الجيفاوي هو عبارة عن عشر جوائز. واللي بشترك في القناة هادي والقناة التانية والفيسبوك الانستجرام. طبعا هادو الموجودات في صندوق الوصف تقدر تشترك فيه. علشان انت تقدر تدخل في الجيفاوي لما ننصي ان شاء الله عيلي تلاتين الف مشترك. والعشر جوائز هم عبارة عن مي باند فور تنتين. مي باند فايف تنتين. وعننا كمان آآ جهاز آآ تابلت آيو كيو تي اربعة. وعننا جهاز ريدمي ناين سي. هايو جهاز ريدمي ناين سي. جهاز بحقه حقيقة. وانا قبل هيق عملت عشرة الاف مشترك. وزعت كمان وتقدر تنزو تدخل في سندوق الوصف بتشوف. هاي ريدمي ناين سي. هذا جهاز من الاجهزة. وعننا كمان غير ريدمي ناين سي في ريدمي سيفن اي بس مش معي الجهاز الان. وعند اي 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 احداش سامسونج اي 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 ايفين هيو. وفي عنا كمان من الجوائز المحترمة اللي بتليج فيكو. وفي هنا تابلت آآ طبعا هذا الجهاز رائع جدا وراقي جدا كمان والجهاز الكبرى بوكو X3 NFC أو بوكو X3 من غير NFC مش قصة المهم هذول عشر جهاز طبعا كلها جهاز حقيقية مش للدعاء والإعلام والكذب لا احنا عنا في القناة مصداقية وبقدر تسأل طبعا الناس اللي ربحت عنا ربحوا من إيطاليا ربحوا من المغرب ربحوا من مصر ربحوا من فلسطي كل واحد الجهازة وصلته إذا ما وصلتوش عينية وصلته نقدية وبتقدر تشوف الفيديوهات والرسائل الصوتية اللي تم وصولها من المتابعين اللي ربحوا للقناة ونزلت فيها فيديو كل هذا موجود في صندوق الوصف حط لك إيانا كلهم تقدر تنزل وتشوف الفيديوهات علشان تتأكد بنفسك الآن وعلي غير تشتك في القناة هذو القناة التانية واللي في صندوق الوصف الانستجرام والفيسبوك وفقط لا غير لمنصي 30 ألف أنا هقول لك شو تعمل هتكون طبعا الخيارات عندكو يعني في خيارات مفتوحة كتير ونرجع إلى الفيديو إليكم روابط التحديثات المستقرة لهواتف شاومي خلال الأسبوع الماضي 16-4-2021 الجزء الثاني تمام خلينا نمشي 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 نبدأ تحديثات مستقرة للواجهة الجديدة MIUI 12 Redmi 9C عارفين ريدم 9C جهاز الاقتصادي ريدم 9C ماخد 12.0.7 اللي هو ماخد أندرويد 10 أوروبي الأوروبي ستيبل ماخد اللي هو حجم التحديث 2 جيجا بايت الأوروبي 12.0.7 بيركب على 12.0.6 539 ميجا بايت الأوروبي بيجي تصليح لحاجة معينة يعني مثلا هذا التحديث أجا مشكلة فيه بيبعثه تحديث يعني أنت روح بدنا نعمل تصليح مثلا للمايك في مشكلة بنبعث للمايك وخلص بدل من غلبك وتنزل التحديث كله في بعضه Redmi Note 9 Redmi Note 8T 8T هو نفس مواصفات الـ Redmi Note 8 اللي عنا بس هذا بروح لأوروبا Global Stable Global هايو Global طبعا في منه Global وبروح لأوروبا لكن في منه Global مش يعني أوروبا اللي عمي يكون أوروبا لا Global Stable أندرويد عشرة مااخد آآ ركاوري اتناش فاصل سفر فاصل تلاتة اتنين واتنين من عشرة جيجا بايت والأو تي اي الأو تي اي مااخد اللي هو اتناش فاصل لنفس الاشي سفر تلاتة ستنية وتمانية وتمانية ميجا بايت أندرويد عشرة Redmi 8A الـ 8A الهندي الهندي اتناش فاصل سفر فاصل اتنين وأندرويد عشرة وحجم التحديث 1.8 جيجا بايت وتحديث مستقر الاصدار الهندي الهندي 12.0.2 اللي هو يتم تتبيه هذا الـ OTA على 12.0.1 هذا الـ 8A 8A على أندرويد عشرة تمام مااخد اندرويد عشرة وهو ان شاء الله هياخد اندرويد 11 ان شاء الله تحديث مستقر الاصدار الاندونيسي رقم اصدار التحديث 12.0.2 أندرويد عشرة 1.8 جيجا بايت تحجم التحديس. تحديس مستقر الاصدار الاندونيسي اتناش فاصل سفر فاصل اتنين اللي هو اندرويد عشرة الو تي اي خمس مية وسبعة وتلاتين ميجا بايت. تحديس مستقر الاصدار الروسي الروسي هنا اتناش فاصل سفر فاصل اتنين كله زي بعضه اندرويد عشرة واحد فاصل تمانية جيجا بايت. تحديس مستقر الاصدار الروسي ايضا اتناعش فاصل سفر فاصل اتنين هادا اللي هو خمسمية اتنين وستين ميجا بايت على اندرويد عشرة سيفن اي تمانية اي سيفن اي قبل التمانية اي طبعا زي ما انتم عارفين ما اخد اندرويد عشرة اتناش فاصل سفر فاصل اتنين وحجم التحديس واحد فاصل تمانية جيجا بايت الوصول لرابط التحديس المباشر يضغط هنا تمام هذا سيبنا منه ما احنا عارفين طبعا اي واحد متغلب في التحديس سابعه يبعتلي على الانستجرام على الفيسبوك وين ما بده وانا شاء الله هرده بازن الله تعالى متغلب يعني عنده التحديس نزل للناس نزل هان عندنا يعني ومش نازل عنده او انا ان شاء الله هتلاق في العالم البيضاء كيف انت تنزل التحديس يدوي اللي هو فيه انا عملت فيديو حل لغز اختفاء التحديسات وفيه عنده عملت كمان فيديو اللي هو التحديس اليدوي حط اللاك عشان الفعل هان بيضاء عشان تعرف كيف تعمل التحديس وازي ما عرفتش انا ممكن اساعدك. اه خلصنا. شايفين البوكو اف تري مش عطناش نوص لسه عشان تعرفوا. لسه شاومي ما نزلتش لطناش نوص غير لكن من واحد بس نسخة الصينية. البوكو اف تري اتناش فاصل سفر فاصل اتنين اندرويد احداش وعندك اتنين فاصل تمانية جيجا بايت وتحديث مستقر الاصدار الاوروبي اه اتناش فاصل سفر فاصل واحد اندرويد احداش وتحديث مستقر الاصدار الروسي اندرويد احداش اتناش فاصل سفر فاصل اتنين اه حجم التحديث اتنين فاصل تمانية جيجا بايت هذا البوكو اف تري بو البوكو اف تو برو عارفينه اخد اندرويد احداش من زمان اتناش فاصل اتنين فاصل خمسة اللي هو الاصدار الجلوبال العالمي اللي هو اندرويد احداش وحجم التحديث اتنين فاصل تمانية جيجا بايت تحديث مستقر الاصدار العالمي اللي هو اه اتناش فاصل اتنين فاصل خمسة 540 ميجا بايت. بوكو اكستري برو جهاز الجديد. 12.0.5 ماخد. اللي هو الاصدار الاوروبي. حجم التحديث 2.7 جيجا بايت. وهيك خلصنا موضوع التحديثات. وفي خبرين حلوات بدأ بالقيام. بس خلينا فيه بالنسبة للاندرويد الخام. فيه اجهزة لشاومي بتشتغل على اندرويد الخام. ايش يعني ملهاش واجهة. يعني فيش لها واجهة زي واجهة شاومي اللي بنعرف اندرويد خام وخلص. اذا بعملوه عشان هو جهاز معالجه بسيطة. معاش فاصل اتنين اه وين اتناعش? عشرة عفل شو عشرة يعني? يعني ما اخد عشرة اتنين فاصل اتنين فاصل واحد وعشرين. اللي هو اندرويد تمانية. اي اندرويد تمانية عيني. 770 ميجا بايت واصدار روسي. نفس الاشي خلصنا. جهاز صغير هيك. لزيز وحقه يمكن ثانين دولار ولا جاهز له حاجة بسيط. اه بالنسبة للخبرين. في عنا بالنسبة خبر من شاومي رأسا. اه هذا الخبر انا قرأته بس اذا كدرت احط لكية الان توتشوفو كمان. انه سعيز له. ها الريدمي نوت 8 برو هينزله الريدمي نوت 8 برو هينزله اندرويد 11 مع الواجهة مع بعض. طب هينزل 12.5 مع اندرويد 11. هذا الريدمي نوت 8 برو. وفيه خبر كمان حلو ان الريدمي نوت 8 اجاله. شو ماله? نزل الو الاصدار التجريبي المغلق الداخلي. ايش هدا? اول مرة اسمع فيه. اقول لكم شو. عنا فيه اصدار تجريبي. ممكن اي واحد يفكر البوت لودره ويجرب. طبعا. ممكن احنا يبعتونا اصدار التجريبي لما احنا نسجل هذا بنعرفه. لكن اصدار التجريبي المغلق بيكون تجريبي هذا للمغلق في الشركة نفسها بينهم وبين بعض. بين المطورين وبينهم وبين بعض. بيختبروه بيشفوه تمام تمام وبينزلوه. هذا اللي هو صدر ل 12.5 اللي هو ريدمي نوت 8. بس ما فيش موعد لنزوله. هم كانوا كاتمين لا يوجد موعد لنزوله لكن فيه صدر انه صدر منه الاصدار التجريبي الداخلي المغلق. تمام. هيك تقريبا اه خلصنا وضع التحديثات. لايك اشتراك الفيديو. لايك للفيديو اشتراك الخناة وفعل الجرس عشان يصلك كل جديد. ويعني انا عن جد بتعب كتير والله انبصر اللي يالي عشان استنى التحديثات لما تنزل عشان ننزلكوا اياها. واول باول. فيعني تخزلوا الناس لايك واشتراك وفعل وشاهد وشوف واشتراك معنا في القفاوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونلتقي في فيديو اخر. سلام. اشتركوا في القناة